تسعى إضراب صائقي الشاحنات في مختلف المدن الإيرانية مما أدى إلى أزمة نقل البضائع من جهة وشح الوقود من جهة أخرى يوم الجمعة والذي شهد استمرار الإضراب لليوم الرابع على التوالي في أصفهان والأهواز وتيباد وشهري وكفرود والعديد من المناطق الأخرى وتدخل الحرس التوري يوم الجمعة في محاولة لكسر الإضراب من خلال إرسال شاحنة تابعة له لتحل محل الشاحنات المضربة ولكن دون جدوى